فجايات البطولة منتخب يشارك مش بنفس انتظام منتخب السنجال بيلعب بقائمة أكيد ليست أفضل على كل الأحوال من منتخب السنجال وصيف النسخة الماضية منتخب السنجال بكل القوة الضاربة تحت قيادة ال-UCC حاول عاب منتخب السنجال رغم السيطرة والاستحواز القرار منتخب السنجال يوصل بيحاول يوصل بيحاول يستحوز بيحاول يضغط لكن فين بقى القرار؟ فين وقت ما المفروض تشوت تشوت مش تباصي وقت ما المفروض تباصي بتشوت مش بتباصي دي بتبقى مشكلة كبيرة وقت الانفراد بتعمل عرضية بدل ما تعمل تمريرة وقت الانفراد بتحاول تراوغ بدل ما تباصي كانت دي المشكلة الحقيقية ليستمر المستوى غير الرائع لمنتخب السنجال لكن بيتأهل في النهاية على حساب الرأس الأخضر يكفي أن أقولك أن منتخب السنجال فقد القدرة على التسجيل لحد الوقت ما وصل بينا للدئة 63 من زمن المباراة وما استغلش الطرد اللي حصل عليه اللاعب أندرادي بعد اللجوء للفار من جانب الحكم الحلو بن براهم الجزائري الجنسية طرد أنا رأيته في الأول قاصي لأن الولد دخل على الكرة بل ولمس الكرة بس كمل في رجل لعب منتخب السنجال لكن القانون بيقول أن الكرة دي تحتسب كرة جديدة فخلص لمس الكرة وكمل في الرجل فتهور بقى أو مش لازم يقوم متعمد قد ما هو فيه عنف فحصد بطاقة حمراء السنجال بتهاجم بتحاول ولكن نصل إلى اللقطة الأبرز في الديئة 53 من زمن المباراة كانت الكرة عالية طولية بتصل بمحاولة من منتخب السنجال لأنه يستغل لأي تقدم في خط الدفاع لمنتخب كيف بردي توصل الكرة عند ساديو مانيه رايح يلحقها الكرة العالية فيخرج عليه فوزينة حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر التحام من أعنف لالتحامات اللي ممكن تشوفها في كرة القدم يكفي أن هي بين رأسين لشخصين مندفعان كل منهما بعكس اتجاه الآخر بأقصى سرعة ممكنة ده علشان يحاول يقطع ويسجل وده علشان يحاول يقطع ويدافع فتخيل القوة اللي ظهرت بيها اللقطة العنيفة جدا دي لكن من أول واحدة وانت هتشوف اللقطة وبتشوف رد فعل الاتنين وهم بيقعوا قبل ما يلمسوا الأرض وبتشوف خبطة راس ساديو مانيه في الأرض وبتشوف تحركات جسد فوزينة وهو على الأرض هتعرف قد إيه الإصابة كانت قوية لكن في نفس الوقت ده وانت بتتفرج لأول مرة على اللقطة هتعرف ممكن عشان ما بلغش من أول إعادة هتعرف أن الاتنين لم يقصداء الإيذاء اللي اتنين بيجروا على نفس الكرة دي اللي جاية في الهوى ده رايح يلعبها وده رايح يلعبها اللي سبق هو السينيجالي ساديو مانيه واللي وصل متأخرا بفمتو سانية هو حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينة فخبطت رأس لعب الرأس الأخضر أو رأس لعب الرأس الأخضر في رأس اللاعب السينيجالي الحياة الاتنين وقعتهم كانت تخوف كنت أهم حاجة بالنسبة للمشاهد هو أن الاتنين دول يقوموا سليمين وبدأت الدعوات لدقائق خصوصا مع اللقطة المرعبة اللي حصلت من حارس المرمى هو واضح أنه مش مدرك تماما ما يحدث واضح أنه رافض أنه يخرج يستبدل لحد ما وهو خارج بيلاقي نفسه هو بيتعالج على الأرض بيحصد بطاقة حمراء تانية بعد استدعاء الفار قرار رأيته قاسيا حتى مع عدم علمي وقتها بالقوانين واللوائح قلت دي من غير قانون دي لقطة مفاش طرد الاتنين داخلين يلعبوا كورة وخبطوا في راس بعض فاول فاول نساديو مانيه انذار ممكن لكن طرد حستها قاسية والحياة مش بتكلم كورة بس بتكلم على مدى اللقطة والتفسيري لتدخل الاتنين أو نيتهم يعني إلى جانب كمان الموقف الصعب اللي كانوا فيه الاتنين فداخد اطرد واستبدل لعب ونزل حارس بديل فاول ساديو مانيه قام بعد تلقيق العلاج وكمل رغم أننا اتفاجئت أنه اللاعب ده بالإصابة دي يعرف يكمل المباراة ما استنناش حوالي 7-8 دقايق بعد اللقطة دي أو أقل علشان تتلعب ضربة ركنية وتصويبة توصل لساديو مانيه اللي بيستغل خروج الحارس فيلعبها في الزاوية البعيدة في الزاوية كده اللي هي التسعين في السوكة زي ما نسميها ويسجل هدفا رائعا ليسقط بعدها أرضا مستعيدا نفس الآلام اللي عناها من الإصابة اللي بعدها ومعرفش يكمل فمليون سلامة على ساديو مانيه وعلى بوزينا هدف ما هذا الطريق لمنتخب السنجال للعبور وإن كان القرارين التحكميين ممكن يكونوا شوية قاسيين وتحديدا التاني منهم منتخب السنجال بعدها خرج ساديو مانيه نزل مكانه بامبا ديانج اللي نقل شكل السنجال هجوميا طبعا مع اعتبار أن فيه اتنين منقصين فأنت بتلعب قدام منتخب بيلعب اربعة اتنين اتنين اربعة في الدفاع قدامهم اتنين في النص وقدامهم اتنين في الهجوم يحاول ده يقطع يوصلها لده يحاول فما كانش فيه امل يعني واضح فمنتخب السنجال مع الضغط لكن مع بامبا ديانج نجح في أنه يهدد مرمى فريق منتخب الرأس الأخضر كذا مرة لحد ما سجل نفس اللاعب هدفا مستحقا ليه على الأقل فتأهل منتخب السنجال منتخب المغرب ما كانتش القصة جدلية أكتر من أنه هتعاند قد إيه منتخب ملاوي بيسجل هدفا في الدين